تحكرت اليد عنده أزمة أزمة الدورة هيتلعب لا مش هيتلعب طب نلعب الموسم الجديد لا ما نلعبش الموسم الجديد الحقيقة يعني قال لكم فؤونهم في وقت اللي فيه طبعا كاس العلم داخل اللي جان شغالة موضوع حمل كبير جدا على الاتحاد طبعا لرئاسة المهندس شام نصر خلينا أقول لحضراتكم أنه في الاتحاد أو المهندس شام نصر صرح تصريح قال أنه هو منتظر وبيتابع بطولة أفريكا تتلعب أو الأندية بطولة أفريكا للأندية هتتلعب ولا لا تعالفين طبعا جائحة كورونا فيه بطولات كتيرة تأجلت اتحاد الأفريكي حتى الآن ما خادش قرار هيلعبها ولا لا بالمناسبة البطولة في شهر 11 ودي سرقة ودي سرقة من الابتماع التي عملت النهار ده مع الأندية خلينا أقول لحضراتكم أنه البطولة مفروض بطولة أفريكية هتتلعب في شهر 11 اللي جاي وفي مصر هتتلعب في شهر 11 اللي جاي في مصر سواء رجال أو سيدات فالحقيقة هو واقف دلوقتي الاتحاد منتظر شوف قرار الاتحاد أفريك طب هيفرق معك قرار فيه هيفرق معاه إذا كان هيستقنف أو هيستكمل الموسم اللي فات ولا لا ومهند شام ناصر قرر أو الاتحاد قرر أنه الدوري الجديد يبتدي الأول يعني الدوري هيبتدي الدوري الجديد اللي هو 20-21 هتبتدي فعالياته ومبرياته قبل ما يتم حسم القرار الموسم القديم هنبتدي ونشتغل ونكمل ونلعب فيه البطوط أفريكا تأجلت هنلعب المطشين اللي فاضلين في شهر 11 ويتم استقناف دوري طب البطوط أفريكا ما اتلعبت وما تأجلتش الموسم اللي فات غالباً هيتلعب طيب حاجة تانية مهند شام قال أن العالم كله حصل فيه حاجات مشابهة زي كده بسبب كورونا الدوري الجديد ابتدى وأيضاً الدوري القديم بيستكمل بعد بداية الدوري الجديد طب هنا بقى فيه مشكلة تانية طب هتلعب بأني لعيبة أنت عند قايمة قديمة بتاعت موسم 19-20 وعند قايمة جديدة بموسم 2021 الاتحاد قالك أنه هيلعب بالقايمة الجديدة طب ما هو طبيعي أنا دلوقتي عندي لعيبة مثلاً تم الاستغناء عنهم أو لعيبة اشتريتهم في القايمة الجديدة هل هرجع لعب بالقايمة القديمة وانه ناقص سبع لعيبة مستحيل فطبعاً الاتحاد النهاردة في اجتماعه وقال يا جماعة احنا الوضع يا كلقاتي هنلعب بالقايمة الجديدة وده طبعاً كلام أكيد طبعاً لوجيك عشان أو منطقي عشان استقناف المباريات طبعاً هنتابع احنا أكيد الاتحاد الأفريقي وهنتابع كمان قرار الاتحاد الأفريقي هيكون بناءاً عليه الاتحاد المصري برئاسة المهندس شام نصر هيقرر إذا كان هيستقنف المباريات على فكرة موقف النادي الآلي كان إنه مع استقناف مباريات الدولة اللي فات النادي الوحيد خلي بقى واحد ضد 17 يعني النادي الاهلي كان النادي الوحيد ضد 17 نادي استقناف الدولة أنا بس عايز أقول حاجة بقى للموضوع الأولاني اللي هو كان بتاع اللاعب اللي بيبقى عايز أتعاقد مع النادي الاهلي النادي الاهلي ما دورش على أعذار عشان يخصم من اللعيبة أنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنا بقول إيه النادي الاهلي ما دورش على شماعة عشان يقولي يا جماعة ده الدولي ما استقنفش فالصف وعشرين انما النادي الاهلي اصر على استكبال الدولي مش عشان يدي اللعيبة فلوسهم بس لا او مش ده السبب الرئيس السبب الرئيس هو مصلحة النادي الاهلي وانه هو عايز ياخد البطولة بالرغم النادي الاهلي مش هو متصدر البطولة النادي الاهلي حتى الاهلي مش هو متصدر يتقعه بالنافس بس احنا مش متصدرين كان من باب اولا النادي الاهلي يقولك يقول لك لا يا عم أنا عايز ألغي البطولة وإحنا كده تمام وزي الفل ونخصم من لعبها 25% ونوفر النادي الأهلي ما عملش كده النادي الأهلي لما جه اللي بتكلم على كيان النادي الأهلي لما جه في كرة القادم أزمة كورونا جات عرض على اللاعبين يعني مبادرة لو اللاعبين حابين يخصموا أو يخفضوا قدهم والكلام ده كان لو هي مبادرة من لعبية يعني النادي الأهلي ما أكبرش حد أنه يخفض أو ما لقاش شماعة في أي الألعاب بالرغم أن ده هيكون عبء مالي عن النادي الأهلي والله يا جماعة والله أنا لعبت ومر علي فترتين جمدين أو صعبين في النادي الأهلي 2011 و2013 والله وكان أزمة مالية على مصر كلها فلوس العلاج كنا بنتعالج أحسن علاج وبالرغم النادي أهلي كان في أزمة مالية خدنا فلوسنا بالكامل وقودنا بالكامل بالرغم أن قد حصل بعض التأخير وكان وضع طبيعي كان الاقتصاد شبه واقف والنادي الأهلي ما تخلصه ما لكش يا باشا أنت ما لكش حاجة عندي أنت لا كنا بنلاقي بعد سنة قالو تعالى خد دفعة الفلوس اللي خرجت فعشان كده بقول لأي لعب وبعيد وبكرر والله لو النادي الأهلي أعرض عليك وبقال وافق لو بالعقل وبالمنطق وافق طيب ثم أحضر لكشفة لكشفة شكرا